احنا دلوقتي بس ندي بريقة امل للمشاهد احنا قلنا طريبا كل الاعراض اللي ممكن تجي لنا نتيجة الحلل النفسي المتوترة اللي عايشينها طب والوقاية ممكن ما تبقاش سهلة العلاج بقى للحبوب لسقوط الشعر نعمل ايه ما انا بقول لك رشيدة اختلفت ولأول مرة رشيدة تختلف احنا هنروح بعيد ليه يا جماعة ده اللي فراحة بعد شهر شهر يعني اللي فراحة بعد شهر بتتوتر وشايدة ارأت في طوافر والله تشد جلده وتعمل كده وتقول لها مش عارفة اه ده 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 حاجات كده انما ما تخافش يا بنت اهدي بتاع انت ظهر الامر بتاع ده 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 ما هتقيل حماتي مش عارفة ايه حماتي بتاع حاجات كده انما ده بقى ده البتاع اللي هي عارفاه انما الخبر اللي انت مش عارفاه هو ده اللي التراقب نفسه بيبهدل الدنيا ما هيش ماش كورا ما هيش ماش ما هيش فرح اه لا مش جاعة جواز يا دكتور عروسه قالانا طو لما في سؤال من قدها مع صفحتنا بيقولك سبب زهور شعر ابيض للطفل عنده عشر سنوات دي حاجة ده وراسي بيبقى وراسي اكتر بس انا عايزة اوفرنايت حقولها هوا دي حلوة دي اوفرنايت اوفرنايت وايتنينج اوف زهير لواحد فوق الادلت يعني بالغ يعني ممكن تبقى اللي هو فجأة صحي لأ شعره هي او هو وليه البهاء البهاء رغم اللي انا قلتلكو علاجات جديدة والريكس وطوب وا 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 دي الناز بتوقفني في الشرع عن موضوع ده دكتور عاسم قال فيها علاجات جديدة نزلة ماصرع عشان- وا 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 د confian يا ركس وطوب بسببك يا دكتور الريكس وطوب اه ده فعلا بان ما شوف اuite كان الاول بيخف في مد شهر شهرين تلاتة الدينيا حطاوها يا يا جماعة ضروري نضيف حاجات مهدئة للأعصاب ما ها مش ممكن او لان انا ما قدرش اقول لحد ما تتفاعلش مع الاخبار بالزبط ما ما قلش لحد او ما قدرش اتقرقت في ضوافرك ويقول لي بتاع يعني وبعدين الميديا وانتو اسازت الميديا باقت رهيبة اي حد عنده انسانية حيتقصر طب حيوك ما قلت اناش لو شعر الابيض دوي راسي عند الطفل قبل ما هي بتقول سؤال علاجه ايه عشان مع علاجه ده ان احنا نعالج الشعر هل ممكن الحتة البيضة دي او الجزء اللي بيتلون اه بيتحسن بعد شوية بيتحسن بعد شوية هل ممكن الشعر يقع نتيجة التوتر اه طبعا اه طبعا ده 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 مية المية ده دي يعني اجزاء في حياتي احا ها 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 هي هي اجزاء فعلي انما هي بس المراردي مش اجزاء مش استيرسوا وبعدين الواحد اي اخد بعضه يروح فرج على فيلم يرجح هادي لأ يعني احنا التراكب ده انما فيه حاجات في الشعر أساس الشدة الأعصاب حاجة اسمها التيتي ام اللي هي نفت الشعر كده نتف الشعر العصبي ده بقى بعد ما كانت بتنتفلها خمس دقايق في اليوم بتشيل بقى كتير بكسرة ويعمل مشكلة